اللي في الصورة دي سيلين ركان اجمل طفلة في لبنان حظاها وقع مع الشيطانة الاسيوبية واسمها بوزاي وهي فعلا شيطانة قدرت تصنع اربع حكايات لقضيتها وقدرت تدخل جوه عيلة وتحسسهم انها واحدة منهم الفيديو ده رسالة لكل ست عندها عاملة او خادمة في البيت ربنا رزق ياسر ركان وصحر باجمل طفلة في العيلة سيلين وهم من عيلة وضعها المادي كويس جدا وعايشين في منطقة راقية في لبنان وبعد ست شهور من ولادة سيلين البنت اللي كانت شغالة عندهم في البيت تمشي وجابوا مكانها بوزاي بوزاي عاملة من اسيوبيا العيلة شافت فيها مثال الامانة والاحترام ودخلت جوه العيلة لدرجة انها بقت واحدة منهم وتقريبا بوزاي كانت بتشارك بنسبة كبيرة جدا في تربية ورعاية الطفلة سيلين وكانوا بيحبوا بعض جدا وكل البيت ملاحظ كبير والدة سيلين اللي هي صحر من كتر حبها في بوزاي كانت بتتعامل معاها انها واحدة من العيلة لدرجة ان غرفتها الخاصة كانت مجهزة بكل سبل الراحة في الحياة كأنها قعدة في فندق لانها خلال تلت سنين ونص اقامة كاملة وعشرة طويلة ما شافتش منها الا كل خير وفي شهر اكتوبر سنة 2014 يعني بعد مرور تلت سنين ونص ياسر ركان وصحر واولادهم ينزلوا الصبح بشكل عادي سواء نزلوا على الشغل او على الدراسة وسابوا في البيت سيلين مع بوزاي وده برضو كان بيحصل بشكل عادي ومتكرر لكن المرة دي على الساعة واحدة الظهر سحر والدة سلين يجيلها تليفون من بوزاي بتقول لها ان سلين تعبانة جدا وعمالة تعرق جامد ومش عارفة تتصرف ازاي فطلبت منها سحر انها تجهز بسرعة وتتحرك على المستشفى وهي هتعدي عليها تحت البيت وبعدها سحر كلمت الاب ياسر ركان علشان يروح هو كمان على المستشفى لان سلين واضح انها تعبانة جدا بسبب التطعيم او اللقاح اللي خدته قبلها بيوم عند دكتور العيلة سلين وصلت المستشفى ومعاها بوزاي وصحر وكانت في حالة اغماء كاملة والدكاترة ما رديوش يقولولها انها متوفية وحاولوا يعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان ينقذوها والمدة 45 دقيقة والدكاترة حواليها نسبة الاكسجين كانت فعليا قلت تماما والقلب توقف بشكل كامل وماتت سلين ويتم ابلاغ والدها ووالدتها اللي طبعا مش مصدقين اللي حصل لانها كانت في حالة طبيعية جدا لما نزل الصبح من البيت وجثمان سلين ما فيهوش اي علامات عنف واللي ظاهر انها وفاة طبيعية لكن وجود طفلة في السن الصغير ده وبالحالة دي يعتبر حالة غريبة جدا عند الاطباء وعلشان كده تم ابلاغ رجال الامر الاب ياسر اتهم في البداية التطعيم اللي اخادته سلين ابلاغ بيوم وانه اكيد فاسد او منتهي الصلاحية او مسمم لكن الاطباء اكدوا ان في حالة فاساد التطعيم بتكون الاعراض مش بالشكل ده خالص انما الحالة اللي جاية بيها سلين اصعب من كده بكتير وبسبب ظهور علامات غريبة على جثمان سلين زي اللون الازرق حوالين الشفايف وخروج بعض السوائل من الفم مع تغيير لون العين والعلامات دي بتدل ان المتوفي ده مخنوق تحديدا بعدما الاطباء اكدوا انخفاض نسبة الاكسوجين في الدم بطريقة ملحوظة ويتم نقل الجثمان للطب الشاعي واخد عينة منها واللي اكدت ان الدم يحتوي على كميات كبيرة من البراسيتامول والكافاين ومن الواضح انها تعرضت لمؤسر خارجي هو اللي تسبب في وقف عضلة القلب من غير ما تتعرض للعنف واللي يعمل كده اكيد فاهم ازاي ما يسبش اي دليل على نفسه بس ايه اللي ممكن يخلي انسان يقتل طفلة عندها اربع سنين بالشكل الغريب ده لحد ما فرغ الوالد كاميرات المرأبة اللي جوه البيت واللي كانت متطورة جدا في وقتها علشان يلاحظ تصرفات غريبة جدا سواء من بنته سيلين قبل وفاتها على طول او من بوزايا اللي كل تصرفاتها قدام كاميرات المرأبة كانت غريبة جدا في البداية لاحظ ان سيلين قبل وفاتها بساعة خرجة من قدتها وريحة على قدت بوزايا وبعدها رجعت وهي بتجري وكأنها خايفة من حاجة وبعدها شاف بوزايا في المطبخ وباين عليها انها بتجهز لحاجة واكتشف ان الكهرباء اتقطعت مرة واحدة والكاميرات فصلت لمدة 20 دقيقة تقريبا وبعدها رجعت الكاميرات تاني تشتغل لما والد سيلين رجع الكاميرات تاني قبل قطع الكهرباء على طول لاحظ في كاميرا منهم ان بوزايا هي اللي قطعت الكهرباء ولما سألها عملتي كده ليه قالت له انها بتعمل كده كتير لما بتغير لمبة محروقة لانها اتكهربت قبل كده بس كان باين عليها التوتر جدا رجع يشوف الكاميرات تاني بعد ما الكهرباء رجعت وشاف سيلين نايمة وبغطية وشها وبعدها شاف بوزاي وهي بتقرب من السرير وبتلمس سيلين من تحت الغطى وكأنها بتتأكد من حاجة دخلت ايديها جوه الغطى وكأنها بتشوفها عيشة ولا لا ولاحظ كمان ان المخدة تحركت من مكانها وهنا حس الاب ان بنته اتخنقت بالمخدة وهي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن ما تسبش قصر وبعدها يشوف بوزاي وهي بتكلم مراته صحر تبلغها ان سيلين تعبانة وفي المكالمة كان ظاهر عليها ان صوتها الان جدا على سيلين بس الفيديو موضح انها كانت طبيعية جدا وكأنها كانت بتمثل لانها بعد ما قفلت التليفون اتصرفت بهدوء جدا على عكس الحالة اللي كانت بتكلم بيها صحر الاب بلغ الشرطة على طول واول ما وصل رجال الامت بوزاي ارتبكت وقالت بكل هدوء ان هي اللي قتلت سيلين واسط صدمة كبيرة من كل العيلة والسؤال كان هي ليه عملت كده وهنا نبدأ نتعرف على الشيطان اللي جوه بوزاي في نفس الوقت رجال الام يتأكدوا ان اللقاح او التطعيم اللي السيلين اخدته سليم مية في المية وان طبيب العيلة هو اللي اداها التطعيم وكل الادلة اثبتت انه التهام مش صحيح وبعيدا عن كل ده بوزاي اعترفت ان هي اللي عملت كده واكتشف الكل بعد كده ان صاحب فكرة ان المشكلة ممكن تكون في التطعيم هي بوزاي اللي عرفت تقنع العيلة بكده عن طريق الكلام عنه بطريقة مباشرة وغير مباشرة وهم لسه في المستشفى فأثرت على تفكير العيلة وخلت الاب يتوقع كده ودي كانت اول حكاية اللي فتها بوزاي الاب والام رفضوا تشريح جسمان سلين تحديدا ان بوزاي اعترفت ولكن خبراء الطب الشرعي اكدوا ان عدم تنفيذ التشريح هيصعب تحديد سبب الوفاء الحقيقي لان العلامات الخارجية على الجسد مش كافية لتحديد السبب بوزاي قالت انها قعدت عليها لمدة طويلة لحد ما فقدت الوعي وبعدها خنقتها بالمخدة وده السبب في عدم ظهور علامات العنف على منطقة الرقبة وبوزاي عملت كده في الوقت اللي فصلت فيه الكهرباء عن البيت والكاميرات لكن المفاجأة بعد اعتراف بوزاي رجعت غيرت كلامها كله وقالت انها اعترفت تحت تهديد من الاب وبدأت في صناعة الحكايات التلاتة بعد الحكاية الاولى بتاعة التطعيم الفاسد ونبدأ الحكاية التانية بوزاي قالت ان بعد القبض عليها في بنت لبنانية دخلت عليها في المكان اللي كانت محتجزة فيه وتكلمت معاها بلغة تهديد انها لازم تقول ان هي اللي قتلت سلين ودتها قرص دوى خلاها مش قادرة تسيطر على نفسها واعترفت بكلام مش صحيح وتحت التهديد وان اللي مأجر البنت اللبنانية دي هو والد سلين ياسر ركان لانه متجوز واحدة تانية على امراته من غير ما تعرف وان الزوجة التانية بتيجي البيت وقت ما بتكون صحر الزوجة الاولى مش موجودة ولما شافتها بوزاي هددها والد سلين انها لو تكلمت هيعمل معاها مشكلة كبيرة ده غير انها كانت بتحب صحر جدا والدة سلين ومش عايزة يحصل معاها اي مشكلة او تنفصل عن ياسر جزها وتبقى بوزاي هي السبب وان اللي قتلت سلين هي امراته التانية لانها كانت ما بتحبش سلين وان سلين شافتها مع والدها وخافت تقول لمامتها فقررت تقتلها وعملت كده وبعدها ضربت بوزاي على راسها وفقدت الوعي ولما فائت اكتشفت ان سلين كمان فقدر الوعي لكن بعد التحقيقات تم اسبات ان كل الكلام ده كده وان ما فيش ولا كلمة واحدة صح حتى البنت اللبنانية اللي دخلت عليها مكان الاحتجاز مش صحيح ومصادفش اليوم ده خالص دخول اي بنت لبنانية لمكان الاحتجاز تقوم بوزاي تقول لهم انها خلاص هتقول الحقيقة وتبدأ في الحكاية الثالثة والمتهم فيها والد سلين برضو بس المرة دي انه حاول يعتدي على بوزاي اكتر من مرة وكان بيهددها انها لو رفضت هتمشي من البيت وممكن كمان تمشي من لبنان خالص وان سلين شافتهم في وضع مخل وخافت ان البنت تقول لما موتها فعملت كده في لحظة غياب عن الوعي لان عندها حالة عصبية بسبب تعرضها للاعتداء الجنسي وهي صغيرة في اسيوبيا وان الشخص اللي عمل كده قتل والدتها وحرقها وفي اللحظة دي لما سلين شافتها دخلت في الحالة العصبية القوية دي وقتلتها المشكلة ان الامن وهو بيراجع القصة اللي قالتها اكتشف انها صدقة في جزء واحد انها فعلا تعرضت للاعتداء وهي صغيرة وان والدتها فعلا ماتت على ايد نفس الشخص وحرقها ولكن الجزء الخاص بالعلاقة مع والدها كانت كلها من تأليف بوزاي وبسهولة تم اسبات كتبها في القصة دي كمان وبالادلة لحد ما نوصل للقصة الحقيقية بعد تفتيش غرفة نوم بوزاي اكتشفوا انها على مدار ثلاث سنين ونص كانت بتسرق كل حاجة دهب فلوس ملابس اجهزة اي حاجة تخطر على بالك من غير ما حد ياخد بالك كل حاجة بكميات كبيرة لحد ما سنين اليوم ده شافت كل حاجة لما دخلت عليها الاوضة بالصدفة وفي نفس الوقت العيلة كانت بتحضر نفسها علشان تهاجر على كندا ويسيبوا بوزاي في لبنان فلما سنين شافت المسروقات خافت انها تقول لحد فقررت انها تقتلها ولكن بطريقة صعبة حد يتخيلها وفي الاول قعدت تفكر كتير تعمل ايه فاول خطوة خدتها انها فصلت الكهرباء وبعدها جابت سلين وقعدت عليها لمدة طويلة جدا لحد ما البنت فقدت الحركة والتنفس وبعدها غطت وشها بالمخدة لحد ما تأكدت انها فقدت الوعي خالص وكانت محضرة كل الخطط اللي فاتت في دماغها على اعتبار ان احتمال حد يكتشف ان وفاة سلين فيها شبهة جنائية اتحكم عليها بعشرين سنة اشغال شقة وده لان القانون اللبناني ما فيهوش حكم الاعدام برغم كل حالة الحب اللي بين سليم وبوزاي اللي انها في لحظة نسيت كل ده وقررت تقتلها نصيحة لكل ست عندها عاملة او خادمة خلي بالك مش هقول كلهم كده طبعا في منهم كتير ناس محترمة لكن للأسف الوحشين فيهم بيكونوا بينين اكتر وبيضروا الكويسين واحيانا الست صاحبة البيت هي اللي بتوصل العاملة او الخادمة اللي عندها لكده البيوت اسرار سلام عليكم